على خطوط تضيء الأمل في قلوب العراقيين من ماراثون يواصل به وزير الكهرباء عادي الكريم الليلة بالنهار في عموم البلاد إلى زيارة مكوكية تحمل رسائل الحلول العجلة من بغداد إلى طهران استباقا لأزمة كهرباء في مسلسل الصيف المتكرر لم ينقطع تيار العزيمة ولم يتوقف ضخ الطاقة الإيجابية في ميادين العراق لتضاء شوارعه بالكهرباء تلك رسالة يكتبها وينفذها كريم الذي يدخل إيران اليوم بخطة الحلول العاجلة لأزمة تطفو على سطح الهم الاقتصادي العراقي في الصيف على وجه الخصوص لقاء مع وزير النفط الإيراني جريه كريم بفتح باب التنفيذ العملي لتطوير العلاقات في مجال الطاقة وتجهيز مادة الغاز لتشغيل المحطات التوليدية استعدادا لصيف ألية عملية أيضا يضعها وزير الكهرباء بمعية إيران لانسيابية تسديد قيم الوقود المورد الوفد الوزري الكبير الذي ترأسه كريم في إيران جاء مثمرا بدفعات قوية وتفهم إيراني كبير وإيجابي بشأن مباحثات الطاقة والغاز جهد يسجل في قائمة التقدم العراقي لإنهاء مشكلات وأزمات اقتصادية تلعب الكهرباء والطاقة فيها دورا مهما يمس حياة المواطن ومعيشته وإنتاجية البلاد إذن إلى عهد جديد يريد عاد الكريم وزير الكهرباء النهوضة بالطاقة العراقية استكمالا لجهد حكومي وترسيخا لمشوار وطني لابد له أن يصل إلى القمة ذاتي عمه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر